هل بتتعمل ازاي بقى لما تلاقي فيه والحيانة أنا ضد الاجتزاء وضد بلاغات من هذا النوع لأنه حتى في أفلام الكفار وفي أفلام ظهور الإسلام يعني اقتلوا محمدا يعني كانت وقال وما فيش حد بيقولوا أنه هذه الكفار كانوا يريدون أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بس هنا أخدوا ده ورفعوا قضايا وقالوا أشرف عبدالباقي اصدراء قديان وهيدخلوك بقى في قضايا من هذا النوع تعايز أقول إيه؟ لا هو مبدئيا بس أنا عايز أوضح جزئية يمكن من فترة وقت ما كان الموضوع ده مصار كلمني فريد إعداد من عند حضرتك قالوا لي تعمل مدخلة عشان أستاذ وائل هيكلم في الموضوع ده قلت لهم أنتوا عايزين تعملوا موضوع على حاجة زي كده يعني أنتوا بتدوروا تعملوا موضوع ويبقى فيه الرأي والرأي الآخر ويتفتح موضوع هل ده موضوع ينفع نتكلم فيه فقالوا لي فعلا عندك حق فأنا فجئت دلوقتي أنهم ما نسيوش وجابوا الموضوع وجابوا الموضوع وقدموا عموما هي دي كانت قضية لا تخدش الأسئلة دايما يا أصوص أشرف على إنها ما هو إحنا في حياتنا هو ممكن فريد إعداد تغير ما فيش مشكلة لا 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 أنا اللي بقدير كل شيء يعني ما بسيبش نفسي يعني عموما يعني أول حاجة قادر أقولها لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لأول حاجة تاني حاجة أقولها تاني حاجة أقولها وقال إنه مطلوب منك أنك تثبت إسلامك من أنت وهل في قضية هل فريد إعداد مع حضرتك سأل إن في قضية ولا ما فيش قضية تصدق ما فيش قضية عارف المصرحية دي سنة كم حضرتك آه 2013 عارف دي للمرة كام بيتعامل الموضوع ده لإجتزاء بياخدوا جزء صغير عارف لو كملوا بس عشر ثواني كمان هتباني الرؤية بس هم ما نكملوش عشر ثواني زي دي زي اللي إحنا شفناها دا مش متكمل فيه لعشر ثواني اللي بيحصل إيه المصرحية اسمها كواليس أنا والممثلين مش عارفين نعمل إيه تيجوا نعمل جزء من فيلم فجر الإسلام تعالوا نعمل الجزء ده كان فيه يمكن دي يمكن من أيام الجامعة أما كنا نيجي نعمل حاجة زي كده فبنعمل حتى هتلاقي محمد سعد هتلاقي الأستاذ عاد الإمام هتلاقي كله رحل المنطقة دي اللي هي اللغة العربية فنقدر نطلع منها دحك مع الحرص على ديني مع الحرص إن ما قدمش حاجة يبقى فيها خطأ وحاسب عليه من ربنا مش من أشخاص لما نيجي نقول إيه طب هنعمل المسرحية دي فلنقتل محمد كان فيه الأستاذ أحمد بدير كان بيعمل مرة مسلسل أوكي يمكن إحنا واخدين الحكاية دي من الحكاية دي نفسها واخدين الإفيدة من الحكاية دي فكانوا عاملين كفاره بتاعه فبيقولوا فلنقتل محمد فسامعين صوت من وراه عليه الصلاة والسلام اللي هم الكفار اللي وقفين وراه فيعيدوا يا جماعة إحنا مفروض الكفار فلنقتل محمد عليه الصلاة والسلام لغاية الملاء اللي بيقول ده ودوا مع فريق المسلمين وخلوا فريق اللي هم الكفار الواحد يقال ففكرة ده اللي احنا عاملينه فلنقتل محمد عليه الصلاة والسلام لو خدنا العشر سبهان اللي بعدها بقولهم ثانية واحدة يا جماعة أنا مفروض كفار مفروض ان احنا ما نقولش عليه الصلاة والسلام فبيقولوا يعني نكفر عشان نعمل مصرحية زي كده اقول لهم فعلا يبقى بلاش تعالوا نعمل مصرحية تانية تعالوا نعمل مصرحية تالتة ماشي اللي هي مصرحية اسمها كواليس اللي هي من الموسم الاول لما كنا تياترو ده سنة 2013 تحديدا ف2013 اصير الموضوع 14 اصير الموضوع 15 اصير الموضوع بغاية 17 الموضوع بيصار مرشا ليه فضى طب انما انا ما اصرتش في 13 14 عشان ما كانش باصلك باصلك 16 طب بتاخدها ليه بحساسية يعني هنا يا جماعة لا انا حساسية للموقف مع البرنامج فقط مش حساسية الموضوع نفسه لانما بقول لحضرتك الاعداد كلمني وقت ما الموضوع ده اصير للمرة لا بس انت خطاب برضو حساسية مع محمد شبانة مثلا ابن في موضوع عبدالحليم حافظ وقلت انتو عايزين تعمله انا ده وضوع تاني وقلت اكيد انتو اللي سمعته محمد شبانة في الحلق والله محمد شبانة اللي كلمني وقال لي عجبك اهانة عبدالحليم حافظ وقال له ادخل يا محمد وطلبتك على التليفون يعني هنا القضية بس يا سيد اشغف مش يعني ما هي قضايا بالفعل يعني ما هي قضايا اصدراء الاديان تلاحق الجميع ويمكن ان تلاحقني فيها ممكن حد يشوف اللي انا عرضته ده ويقولك ايه ده عرضوا على الشاشة قضية اصدراء اديان لكن هذا ده اكتزاء وما فيش فيه اساءة وبالتالي يمكن انك توضح ده بشكل ووضحته بالفعل مع ان ما كنتش محتاج ان اوضحت ما كنتش محتاج لا ما كنتش بتوضحه لا فيه مواضيع فيه مواضيع البعد عنها والبعد عن الرد على هذه المواضيع بيقلل حجمها احنا بنكبر حجمها او بنديها حجم زيادة عن حجمها الحقيقي لما بنقشها لا بالعكس بقى انا عايز اقولك على حاجة بلاقي فيه ناس كتير بتبعت ايه ده ايه الحق شفت اشرف عبدالباق عامل ايه شايف هل ده مقبول فاقوله ده طبيعي جدا الحوار بين الكفار والمسلمين في فيلم حيبقى بهذا الشاكل لا بالعكس هتتكلم هتنزع فتيل اي انفجاح هي وجهة نظر طبعا يا استاذ واقلي هي وجهة نظر حضرتك جي وجهة نظرك انا وجهة نظري مختلفة عن وجهة نظر حضرتك بس لان اتصيد لك والله والدليل على هذا انه مردش يمكن انا مجبر ان ارد مع حضرتك لان اتحطيت في الموقف لكن انا ما قبل لقاء مع حضرتك ما كنتش بترود ما كنتش بتعلق معلشان كده انا وجودي مع حضرتك اكبرني على الرب وبشكر الاعداد اللي خلاني اعمل حاجة انا مش عايزة تاني بس انا عايزة اقولك انه في كل الاحوال دايما حتى يعني لا ننتقل اسئلة احنا عايزينها او مش عايزينها يعني بعض القضايا طالما بتشتغل في العمل العام اكيد بتواجه اسئلة احيانا انت مش عايزها انا بواجه وجهات النظر وليست قضايا في فرق بين وجهات النظر والقضايا انا غير متهم في قضايا ولكن انا في وجهات نظر بقول وجهة نظري فيها زي ما قلنا وجهات نظر الاساد زي اللي طلعوا بيقولوا ده مصرح او مش مصرح قلتلك انا بحترم وجهات النظر لكن انا مش في قضايا طبعا اطلع انت بقى فاصل عشان تباين المشاهد انك مش زعلان لا لا ازعل من ايه بالعكس نرجع لفاصل نروح لفاصل ونرجع نشوف ايه المشكلة الجديدة اللي مقدمها لأستاذ وائل عشان نعمل